البطانية في الأحلام دائماً لازم تعرفوا أنه مستحيل أن أبعث حلم لشخص أو لمفسر أحلام بدون ما أفهمه وضعي لأنه لما أبعث لك كلمة بطانية هني قد تدل على البطانة الناس اللي حولينا فإذا أنا كنت مرتاح في البطانية معناتها الناس اللي حولي طيبين حنونين مهتمين فيني إذا كانت البطانية حسيتها فيها شوك ومش مرتاح أو مش مكفيتني البرد يعني بردان رغم أني لابس بطانية معناتها أن الناس اللي حولي في أوقات الصعبة والتحديات اللي قابلني في الحياة ما رح يكونوا سند لي كافي يعني رح يحاولوا يساندوني بس مش هم الأشخاص اللي رح أقدر أتجاوز معهم هاي التحديات البطانية للفتاة الأنسة تختلف وفي ستر هذه ستر في الليل معناتها زوج محب حنون يرجع البيت الساعة ثمانية بعد صلاة العشاء ويقعد لها في البيت ويأخذ بالي عليها إنسان طيب إنسان متدين البطانية للمرأة المتزوجة التي ليس لها أبناء تدل على ذرية تكون واصلة للرحم فيها وبارة فيها هي وأزوجها وكثيرة يعني أينما احتاجتهم أينما مرت ظروف صعبة في حياتها راح تكونوا هذولا الأبناء من حولها طيب البطانية للشخص المتزوج نفس المعنى طيب إذا كان عنده مشكلة قد هنا نقدم المعاني والرموز نقدم المعاني والرموز لأن الشخص الذي ينام بالليل مطمئن وعليه بطانيته بشكل دافئ هنا يكون هذا الرمز دلالة بأنه لديه إذا كان عنده مشاكل أو هموم أن هذه الهموم تزول وأن الله يفتح عليه أبواب الرزق حتى ينام نوما هنيئا طيب إذا أنا حاط البطانية وحاس أنها حارة مش مرتاح فيها حاس أني أنا مكثر في الدفع محتاج أشيل معناتها لديه أناس يخافون علي زيادة عن اللازم أو يتسببون في عدم تحقيق أحلامي وإبعاد البطانية عني يكون بحجم تأثيرهم إذا اكتفيت أنها نصفهم يعني خليهم يدخلوا في حياتي بس مش كثير طب مثل حالة شو يا إياد قلت لنا البثال بس ما فهمنا مثل مثلا طالب أو ولد يريد يكمل دراسته وأهل يقول لا أتكمل دراستك عندنا في الحارة في البلد طب يا جماعة الخير أنا أريد أدرس طب في أمريكا لا 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 معنوا مقادرين لا ما تروح ليش إحنا خايفين عليك خوفهم هذا هو البطانية اللي سببت لك الحرارة هنا إذا خبرت حلمك لأهلك لازم يفهموا أنه لا المفروض أنه نعطي للولد فرصة يروح يدرس لأنه الحلم يقول أنه لا إحنا ضغطين عليه زيادة عن نزوم معتها هو محتاج إلى الذهاب طب شو كمان للبنت واحدة خاطبها واحد وحاسة أن البطانية حر مش قادرة تنام طيبة تتنفس هوى مش قادرة كات مع نفسها معناته هذا يغار زيادة عن نزوم حمش زيادة عن نزوم إذا طلعت وريم شعينك باين باي قصة هذا يعتمد عليك أنت إذا هذا الشيء يعجبك الحمد لله والشكر أما إذا أنت من نوع اللي يحب يطلع وييجي وما يكون عليه تشدد وفيه ثقة تكون بينها وبين زوجها تحب تطلع مناسبات ما تبقى تقطع علاقتها مع زميلاتها الجامعة رغم أنه الدراسة هنا فكري زوجك راح يقول لك هذه تدخل وهذه ما تدخل أنا مش ضد الشيء هذا بس أنا مع التفاهم تكونوا متفاهمين متفقين في هذا الشيء هذه كلها من معاني البطانية وأيضا قد يدل لها طبعا تخدير في الأحلام شو ممكن يزيد شو ممكن يقصعنا وقد تدل بعض الأحيان للمريض على الشفاء وعلى تجاوز الكرب وقد تدل على الشخص اللي تغطيه في البطانية أنت وهو مريض مرض عضال يعني ما لحل مرضه صار يعني حالته خطيرة جدا قد يدل بأنه يحتاج فقط إلى الدعاء لأن حالته ربما وربما حالته ترجمة نانسي قنقر